أو عبد الرحمن على هاشتاغ البرنامج جيب أستاذ وليد كلنا السعيدين بانتصارات الأخضر في الثلاث جولات الماضية لكن ماذا بعد؟ بكل صراحة هل هذه العناصر بما فيها خط الهجوم راح يذهبوا بعيدا في كاس العالم إذا متاهلنا القطع 2022 أمام منتخبات عالمية بصراحة ماذا ينقص الأخضر تركي؟ ولا شوف خلينا هو شيء ناخذها خطوة بخطوة نحن الآن ما زلنا في التصفيات والحديث عن كاس العالم أعتقد أنه بدري عليه يعني لا ندخل في هذا المعمع اللي ممكن تخرجنا من التصفيات خاصة إذا رجعنا بالذاكرة عام 2018 تقريبا التصفيات كانت المجموعة تقريبا نفسها اليابان وإستراليا والسعودية منتخب إستراليا حقك 19 نقطة ومع ذلك ما تاهل نحن اليوم لسه عندنا 9 نقاط وفي حاجة أكثر و21 يقول وش الفائدة تتهل بعدين تاخذ ثمانية مثل ألمانيا ولا ناخذ لك خمسة مثل مباراة روسيا يلا أتخذ فهذا لسه بدري بدري نتكلم عن كاس العالم لسه أنا أشوف أنه من المبكر أننا نتحدث عن أننا نتاهن وإحنا ما زلنا في الكرة ما زالت في الملعب ما تدري عن الظروف الفترة الجاية ما هو تشاؤم بقدر ما هو منتخب نحتاج منطقية وواقعية لسه خاصة أنه تصفيات على مدى طويل ما رح تخلص مثلا في شهر عشان نقول أنه وضعنا تمام المنتخب اليوم أبو بدر منتخب مشرف يرفع الراس عندنا منتخب ثقيل في الملعب شخصية المدرب انعكست على اللعبين داخل المستطيل الأخضر الهيبة اللي فقدناها في فترات ماضية اليوم إحنا استعدناها صار منتخبنا يلعب بهيبة فترة سابقة كانت منتخبات أقل مننا بكثير تتجرى علينا اليوم لا كبار آسيا وإحنا من كبار آسيا أكبر منتخبات آسيا تحسب لمنتخبنا ألف حساب فرحنا بمبارات اليابان وبتهالنا نغلق هذا الملف بشكل كامل نبدأ نفكر في الصين لا سمح الله إن تعثرنا مك إننا سوينا شيء عمام اليابان الجميل أنه رينارد أنا نما سألته قبل مبارات اليابان إنه ثلاثة نقاط هذه إيش تعني لك إن فست فيها أو إن خسرتها فقال هي مباراة من مباراة التصفيات إذا فست مو معناه إنه تأهلت وإن خسرت لا بد أن نتعامل مع بقية المباراة مجموعتنا ما هي سهلة مجموعة تعتبر قوية لكن أنت حتى الآن تسع نقاط ومرشح إنك توصل للنقطة الـ 12 منتخب الصين راح يدخل حياء أو موت مباراة يعني عنده يا أسود يا أبيض هذا الشيء يزيد المسؤولية علينا